اهلا وسهلا فيكم طلابنا الادبي في كثير منكم حكولي اني احل اسئلة اتدرب و احل المسائل لدرس الاقترامات المتشاعبة فهيني كتبت من عندي هون وان شاء الله سننحلهم انا اياكم مع بعض لاحظوا السؤال الاول شو معطيني معطيني اقتران اسمه F ال X و معطيني اقتران اسمه G ال X بحكي لي السؤال الاول احسب مجال F ال X و جي ال X تعالوا نشوف مجال F ال X دائما المجال بنحسبه جماعة من عند الفترات اللي معطيك اياه في السؤال X اكبر او تساوي بواحد و X اقل من الواحد فلو جينا احنا بدنا نمثلها مع خط الاعداد هون بيجي الواحد طيب اول فترة بحكي لي X اكبر او تساوي بواحد فيه مساواة عند الواحد اه بلحط حلقة مغلقة وبدو الاعداد اللي اكبر منها جميع الأعداد اللي أكبر من الواحد اللي هي بتيجي هنا على الجهة اليمين بتظلها رايحة باتجاه وين؟ المالة نهاية ممتاز الآن بده ياني بالفترة الثانية بيحكيي لي الأعداد اللي أقل من الواحد هاي هي الأعداد الأصغر من الواحد لوين؟ لعندي السالب ما لنهاية إذن أنا بأخذ الفترة كاملة من سالب ما لنهاية لوين؟ لعندي المالة نهاية فبحكي له مجال fx آي رح يكون هنا مجال F الـ X شو بيساوي اللي هي مجموعة العداد الحقيقية من سالب مالة نهاية للمالة نهاية ممتاز طيب تعالوا نشوف الآن مجال جيل X جيل X بيحكي لي هاي أنا عندك فترتين من سالب ثلاثة لصفر والعداد اللي أكبر من صفر هاي خط العداد هاي هون السالب ثلاث وهي هون الصفر بيحكي لي من السالب ثلاث السالب ثلاث هل في عندها يساوي A معناته حلقة مغلقة الآن بيحكي لي من سالب ثلاثة للصفر معناته العداد هاي اللي في النص طلع هون ما في يساوي عند الصفر فشو بنحط حلقة مفتوحة تمام الآن بيحكي لي هون بيدي الأعداد اللي أكبر من الصفر العداد الأكبر من صفر هاي اللي بتروح لوين للمالة نهاية وبرضو ما في يساوي عند الصفر فبتظلها الحلقة شمالها مفتوحة لو في يساوي تحت بسكرها بس ما في الآن بدي أخذ الفترة كاملة من سالب ثلاثة لوين للمالة نهاية بس ما بدي أحسب الصفر فهيك بكتبها مجال جيل اكس شو بيساوي بما إنها مغلقة بحط قص المغلقة اللي زي هيك من سالب ثلاث لوين للمالة النهاية المالة النهاية دايما مفتوحة طيب أنا كيف بدي أحكي للمدرس إنه أنا ما بدي أحسب الصفر بحكي له زي هيك يا ما بحط شحطة بحط فيها الصفر هيك إنه هاي الشحطة معناتها ما عدا مين ما عدا الصفر ممتاز طيب هيك بنكون حلينا فرع واحد فرع اثنين شو بيحكي لي بدي تحسب لي f السالب واحد يعني بدي صورة السالب واحد طيب بدك f معناتها نروح على اقتران f في الاكس هاض بدك عند السالب واحد بدك أقعد هسا أسأل هل السالب واحد أكبر من الواحد ولا السالب واحد أصغر من الواحد أصغر ورح نعوضها بهاي القاعدة اللي هي كم؟ الاثنين لاحظوا هاي الاثنين ما في محها اكس إني أشيلها وعوض مكانها السالب واحد فبالتالي رح يضل الجواب كم؟ اثنين تمام؟ طيب نشوف هاي f اللي اثنين f هيوا على اقتران f في الاكس f لاثنين هون باجي بحطها مكان الاكس بقارن يعني هل اثنين أكبر من واحد ولا أصغر من واحد أكبر معناتها رح نعوضها في القاعدة اللي فوق اللي هي 3x ناقص 4 بشيل الاكس شو بحط مكانها؟ الاثنين اللي أنا بدي ايش أعوضها فثلاث ضرب اثنين كم؟ ستة ستة ناقص الأربعة شو الجواب؟ ممتازين الجواب اللي هو اثنين طيب الآن بدي احسب g الصفر g معنات بديك تروح اقتران g الاكس هس هنا بيحكي لك g الصفر احنا حكينا الصفر ما في عنده يساوي فمش داخل معاي بالمجال فهونا لما يتكرر عندك العدد مرتين ويطلب منك سورة العدد حكينا بنلحق إشارة اليساوي بس هون لو تلاحظوا الصفر ما في عندها يساوي لا فوق ولا تحت إذن يا إما بكتب له إياها زي هيك فاي أو شو بحكي له غير موجودة تمام اثنتين صح إلا أنا بدي نحسب g السالب اثنين صورة السالب اثنين بدي يلا بدي نقعدها سنقارن حط للسالب اثنين هون هل السالب اثنين أكبر من صفر؟ لا حطها فوق هل السالب اثنين محصورة بين السالب ثلاثة والصفر؟ آه هايها بتيجي بيناتهم هنا هاي السالب اثنين فبمنها بيناتهم راح نعوضها في القاعدة اللي فوق مكان الاكس تشيل الاكس شو دق تحط؟ سالب اثنين بتصير ضرب اثنين ضرب سالب اثنين واللي هي السالب اربعة طيب سالب اربعة جمعي لها واحد شو راح يصير الجواب؟ واللي هو سالب ثلاث ممتاز هاي نحلينا كمان الفرع الثاني طيب تعالوا نشوف فرع رقم ثلاث شو بيحكيلي مثل اقتران اف في الاكس بيانيا وجد مده طيب هسنلاحظوا اقتران اف في الاكس هايو فيلو قاعدتين القاعدة ثلاثة اكس ناقص اربعة لما اكس اكبر من واحد والثنين لما اكس اقل من واحد انا هون شو سويت؟ كتبت القاعدتين جهزتهم يعني هاي القاعدة الاولى ثلاثة اكس ناقص الاربعة لما اكس اكبر من واحد وهي القاعدة الثانية كل قاعدة بدي احط لها جدول يعني عشان أطلع نقطتين هنا زي هيك لازم أطلع نقطتين وأوصلهم مع بعض من خلال المستوى البيانة اللي احنا رسمينه هون هذا اللي هو محور الـ X وهذا محور الـ Y طيب أول شي بدي أختار للقاعدة الأولى بدي أختار لإلها نقطتين هنا ما بنفع أختار أي نقطتين بدي إياهم لازم أتقيد بالفترة المعطاة شو الفترة تبعتها؟ X أكبر أو تساوي الواحد يعني بحسب الواحد لأنه في عنده يساوي وعدد أكبر منه خذ الواحد وخذ عدد أكبر من الواحد مثلاً ثمين تعال عوض ليها في الاقتران القاعدة تبعتها شيد الـ X شودك تحط أول مرة واحد ثلاث ضرب واحد ثلاث ثلاث ناقص أربعة كم سالب واحد يلا ماشي نعوض لثمين هسا برضو مكان الـ X شيد الـ X وحط ثمين ثلاث ضرب ثمين هاي ستة ستة ناقص أربعة كم بيطلع معك الجواب ثمين طيب هسا هنا صار في عندك نقطتين بأخذ أول شي هاي اللي على الـ X الواحد واللي بيقابلها شو بيقابلها سالب واحد بأخذ ثاني مرة هاي اللي على الـ 2 وش اللي بيقابلها؟ 2 فهاي بعاوضها مكان X وهي Y في الرسمة يعني هاي X وهي Y تعال نشوف X و Y يعني 1 وسالب واحد هاي 1 على الـ X وسالب واحد على الـ Y تحتها بس بدي ينتبه أحط هنا الحلقة مغلقة ولا مفتوحة بدي أرجع على الإشارة اليساوي اللي في السؤال هاي الفترة X أكبر أو تساوي الواحد فيه يساوي معناته شو بنحط الحلقة مغلقة ممتاز طيب الآن تعالوا نشوف هاي الاثنين والاثنين الاثنين هايها والاثنين الثانية فوق هاي أكيد راح أحطها مغلقة بدون ما أتطلع ليش؟ لأنه أنا أصلاً اخترتها وهي من ضمن الفترة لأنه أنا حكيت بدي عدد الواحد وعدد أكبر منه فالاثنين هاي من ضمن الفترة فيش داعي أسأل حالي إذا أحط ولا ما أحط حلقة مغلقة أنا بس بحكي على أول عدد لأنه هو بيكون عنده الفترة طيب الآن بعد ما يعني عرفت القيم اللي معاي هسا بدي أجي إيش أسوي أوصل بناتهم بس بدي أنتبه أمد الخط لما أوصل أمد الخط لتحت ولا لفوق باجي برجع للقاعدة للفترة بحكي لي X أكبر أو تساوي الواحد هاي الواحد العدد اللي أكبر منه وينها على اليمين صح؟ فرح أمد الخط لأ وين على هذا الاتجاه يعني رح أمده لفوق مش لتحت هاي ها ببلش من عند اللي هي النقطة هاي هاي نرسمنا بمدها لفوق وشو بحط سهم خلص لحال المصلح بفهم إنه هذا السهم رح يظل رايح لوين للمال النهاية ممتاز يلا هاي رسمنا أول أول مستقيم من خلال أول قاعدة يلا القاعدة الثانية رح نرسم منها المستقيم الثاني تعال هسا أختار عددين بس لازم يكونوا العددين شمالهم من ضمن الفترة اللي معنا اكس أقل من الواحد فبقدر أخذ الواحد بس ينتبهوا فيش عندها يساوي فبحط عندها حلقة مفتوحة وعدد أصغر منها فليكن مثلا الصفر تعال عوض الواحد في الاقتران هاي الاقتران اللي معنا اللي هو اثنين ما في فيه اكسات فبيضل الجواب نفس ما هو اثنين وهاي نفس الحكي ما في اكسات فبيضل الجواب كم اثنين إذن هنا صار فيه عندنا نقطتين اللي هي أول نقطة واحد على الاكس بقابلها اثنين على الواي ثاني نقطة اللي هي الصفر على الاكس وبيقابلها اثنين على الواي طيب تعال نرسمها هاي الواحد على الاكس وهي الاثنين على الواي صح طيب الآن بدي أحط عندها بس حلقة ايش هاي الواحد منتاز وهي الاثنين الآن بدي أحط عندها جماعة حلقة شمالها هون أنا غلطت فيها اكس أقل من واحد الواحد والصفر لا مزبوط تمام هاي الواحد وهي الاثنين بدي أحط عندها حلقة بس شو حكينا الحلقة بتكون مفتوحة تمام الآن نخذي عدد أصغر منها اللي هو الصفر صح هاي الصفر والاثنين الصفر هيها على الاكس اطلع على الاثنين على الواي هون فبنحط الحلقة شو ما لها دايما هاي مغلقة الآن تعالوا نوصل بناتهم راح يكون الخط عندنا زي هيك وفقي تمام الآن شو بحط هنا أخر شي ساهم لأنه راح يظلوا رايحة باتجاه وين السالب ما لنهاية هيك بنكون احنا رسمنا اقتران اف في الاكس زي ما طلب مني السؤال بس طلب مني آخر الشغلة إنه أنا شو أسوي أجد مداه أحدد المدى المدى دايما باخذه من محور الواي هذا محور الواي هاي بدنا نحسب من خلاله المدى كيف بدي أحسب المدى باجي بطلع على محور الواي وين أصغر قيمة هايها عند السالب واحد بلشت ماشي هاي السالب واحد وعندها الحلقة مغلقة طيب إلحق السهم شوف لوين خلصت ظلت طلعة باتجاه وين المالة نهاية فخلص باجي بحكي لك المدى من سالب واحد لوين للمالة نهاية هذا هو المدى تمام ممتاز هيك بنكون حلينا السؤال الأول بالمطاليب اللي طلبها مني الآن تعالوا نشوف مع بعض السؤال الثاني طيب هاي السؤال الثاني اللي هو بيحكي لي إعلاء نفسه هذا نفس السؤال الأول فيه إنه فرع أربع بيحكي لي مثل جيل اكس بيانياً وحدد مداه نفس الإشي اقتران جيل اكس فيه لقاعدتين هاي القاعدة الأولى وهي فترتها وهي القاعدة الثانية وهي فترتها حطيتهم جنب بعض لأنه كل قاعدة بتمثلي مستقيم فبما إنه في عندك قاعدتين فأكيد رح نرسم هسا مستقيمين طيب هاي القاعدة الأولى ثنين اكس زائد واحد هنا في معاك حدود للفترة من سالب ثلاثة لصفر أحسن إيش يتعوضوا خذ لي حدود الفترة نفسها عوضهم تمام خذ لي دايما حدود الفترة إيش عوضهم خذ السالب ثلاث وخذ الصفر السالب ثلاث عوضها مكان الاكس رح تصير زي هيك ثنين ضرب السالب ثلاث زائد الواحد هالسلطة الله اثنين ضرب سالب ثلاث سالب ستة سالب ستة زائد واحد كم؟ سالب خمسة فبنحط جوابها سالب خمسة يلا تعاوض الصفر رح تصير اثنين ضرب صفر زائد الواحد تساوي اثنين ضرب صفر ايش هدرب صفر 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 زائد واحد كم؟ واحد فهنا بحط الجواب واحد فصار عندك هسا نقطتين أول نقطة اللي هي سالب ثلاثة على الاكس وبقابلها سالب 5 على Y النقطة الثانية 0 على X وبقابلها على Y1 ممتاز تعالوا هسا نوصلهم مع بعض بس بدي أنتبه أن السالب 3 عندها يساوي بحط حلقة مغلقة لاحظوا الصفر ما في عندها يساوي راح أحط عندها حلقة مفتوحة طيب هاي السالب 3 هنا السالب 5 تيجي تحت هاي راح نحط عندها الحلقة شمالها مغلقة عشان في يساوي الان الصفر هاي على X بحكي لك 1 على Y هاي الواحد على Y بس الحلقة شمالها جماعة مفتوحة ممتاز لأنه ما في عندها يساوي لانا نوصلهم مع بعض هاي أنا ما راح أمدى المستقيم لا لفوق ولا لتحت ليش لأنه حاصر ليها X بين قيمتين بين السالب 3 والصفر هاي السالب 3 على X وهي الصفر ممنوع لتعداها طيب الان في هاي القاعدة عندي 2X ناقص 1 صح بحكي لي X أكبر من صفر يعني بقدر أخذ الصفر وبأخذ عدد أكبر منه مثلا 1 تعال عوض للصفر راح تصير زي هيك 2 ضرب 0 ناقص 1 2 ضرب 0 0 0 ناقص 1 سالب 1 تعال عوض الواحد راح تحكي لي 2 بواحد ناقص 1 2 بواحد 2 2 ناقص 1 كم 1 فبيطل عندك كمان هون نقطتين 0 وسالب 1 والنقطة الثانية 1 والواحد طيب هده هنا برضو نفس الاشي تعالوا نمثلهم أول نقطة الصفر على الـ X وبيحكي لك على الـ Y سالب 1 هاي الصفر على الـ X وسالب 1 هون بس شدو حط الحلقة آآ مفتوحة انتيبهوا ما في يساوي عندها تمام الان بدي أخذها السفر ثانية واحد وسالب 1 هاي واحد على الـ X سالب 1 على الـ Y هاي حلقة مغلقة عادية واحد واحد آآ مش هون هاسف فوق واحد وواحد هون تمام الان بدي أجي أوصل بناتهم بس هون عادي بقدر أمد الاقتران لفوق ليش لأنه بيحكي العداد أكبر من صفر العداد الأكبر من صفر هي اللي وين اللي لفوق هناك فهاي هون المالة نهاية طيب هيك بنكون رسمنا اقتران برضو جيل X بيانيا الان طالب مني بس أحدد المدى اتفقنا أنا بياكم المدى من وين منحسبه من محور الـ Y شوف أقل قيمة وينها هاي عند السالب 5 بلشات عم يحور الـ Y ونحط عندها حلقة مغلقة لأنه قص المغلقة الان نلحق السهم وقف لهون طيب ارجع كمل على السهم الثاني لو نظلوا رايح للمالة النهاية وبحكي من سالب مالة نهاية من سالب 5 للمالة نهاية هذا هو مدى الاقتران تمام الان هيك حالينا السؤال الأول كامل تعال نشوف السؤال اللي وراه اللي هو في عنها سؤال 5 بحكي لي اكتب قاعدة الاقتران هو ما عطيني الاقتران مرسوم وجاهز هسا أنا بدي أكتب القاعدة قبل هو كان يعطيني القاعدة هايها جاهزة وإحنا مطلوب مني نرسم الاقتران هسا صار العكس صار يعطيك الرسمة بحكي لك انت اكتب للاقتران طيب هسا عشان أنا أكتب هذا الاقتران لامس سيدنا محمد باجي بتطلع على الرسمة اللي معاي عندي أنا مستقيمين فكم قاعدة رح يكون معنا رح يكون معنا قاعدتين أول قاعدة بخدها من المستقيم هذا اللي فوق هسا بدي أحكي لك شغلة إذا كان عندك المستقيم زي هيك خط أفقي هذا العدد بس مد هذا الاقتران عم يحور الواي شو العدد اللي قطع معاك فيه اللي هو الأربعة فباجي بحكي لك واي تساوي أربعة هذا اقتران القاعدة الأولى طيب كيف بدي أعرف فترته شوف لي من يون بلش عم يحور الـ لأنه المجال من محور الـ بلش من عند مين من عند الـ الاثنين وظلوا رايح باتجاه وين حكي لك هنا المالة نهاية يعني هاي العداد كلياتها شمالها ثلاث أربعة خمسة عشر مليون هاي كلاتها أكبر من الاثنين فمجالها رح يكون اكس أكبر من الاثنين طب حط يساوي اه ليش في عندها حلقة مغلقة تمام هيني طلعت القاعدة الأولى وفترتها من خلال محور اكس طيب تعالوا نشوف هسا القاعدة الثانية القاعدة الثانية هيها رح أخذها من المستقيم الثاني طلع هذا المستقيم جاي حكينا خط أفقي إذا خط أفقي باخذ العدد اللي بيقطع فيها محور الواي شو العدد اللي قطع فيها محور الواي سالب أربعة ورح تكون واي تساوي سالب أربعة طيب كيف بدي أعرف فترتها فترتها دائما من محور الـ اكس جماعة لأنه هذا مجال هاي الحقها محور الـ اكس شو العدد اللي عندها بلشت من نثل لهو الاثنين ظلت رايحة لوين حطتلك سهم هذا السهم شو معناته للسالب ما لنهاية فهي الأعداد كليتها شو ما لها أصغر من الـ الاثنين يعني اثنين واحد صفر سالب كليتها أصغر من الاثنين فرح تحكي لي اكس أصغر من مين من الاثنين طيب أحط يساوي أكيد لا ليش الحلقة مفتوحة طيب هيك أنا عرفت القواعد وعرفت فترتهم بس ضل عليك تعمل إياها مع شكل اقتران المتشعب يعني زي هيك تحكي لي اف في الـ تساوي أول قاعدة اللي هي أربعة تمام متى لما اكس أكبر من أو تساوي الاثنين ثاني قاعدة السالب أربعة متى لما اكس أصغر من الاثنين ممتاز هاينا هيك بنكون حلينا هذا السؤال كامل تعالوا نشوف الآن مع بعض السؤال رقم ستة السؤال رقم ستة معطيني هاي الرسمة بيحكي لي برضه اكتب لي قاعدة الاقترام تمام إلا أنا هنا كم مستقيم في عندي ثلاث مستقيمات فرح يكون في عندنا جماعة ثلاث قواعد أول مستقيم هذا اللي أنا بدي أحسبه اللي على اليسار خذينا نكتبها هون المستقيم اليسار طيب المستقيم اللي على اليسار هات لازم أول شي أختار له نقطتين يكونوا على المستقيم عشان أحسب الميل تمام أي نقطتين على المستقيم هات بقدر أخذهم هاي مثلا هاي النقطة اللي هي تيجي على الـ x سالب 1 وعلى الـ y سالب 1 هاي أول نقطة سالب 1 للـ x وسالب 1 على الـ y طيب بدنا كمان نقطة برضو على المستقيم أي نقطة على المستقيم تدير تخذها أنا مثلا بدي هاي النقطة اللي هي لما تطلع من عند الأربعة وتقطع معك برضو عند الأربعة هون يعني النقطة رح تكون سالب 4 على الـ x وعلى الـ y كام 4 فهون انت صار معك نقطتين بما انه صار معك نقطتين بتقدر انك تيجي تسميلي إياهم اللي هي x1 y1 x2 y2 ولازم نراعي شغلة الترتيب إذا بلشت بx1 لازم هنا تبلش بx2 تمام الآن بدي أجي أحسب الميل الميل فيه له قانون اللي هو عبارة عن y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 فبالتالي y2 كم قيمتها سالب 1 طيب ناقص x2 y2 ناقص y1 y1 هيها 4 يعني سالب 1 سالب 4 على x2 شو قيمتها سالب 1 x1 كم سالب فيه هنا ناقص من السؤال وفيه عندك سالب 4 فناقص الناقص شرح يصيره زائد سالب 1 وسالب 4 كم سالب 5 على سالب 1 زاعد 4 يعني 4 ناقص 1 كم ثلاث فهينا طلعنا ايش يا جماعة الميل طيب بس هنا فيه ملاحظة انه ليش الميل طلع معاي سالب في هذا المستقيم لانه المستقيم نازل نزول تمام هذا السهم مش معناته انه طالع يطلع لا هاي معناته انه رايح للسالب ما للنهاية بس انا بطلع على المستقيم من الشمال لليمين من وين من الشمال لليمين بطلع على الميل له نازل نزول فأكيد الميل لازم يطلع معك شو سالب هاي بس هيك ملاحظة يعني طيب الان هاي حسبنا الميل بدي اكتب هس القاعدة القاعدة فيه عندنا هون جماعة اللي هي قاعدة الميل والنقطة اللي هي زي هيك اسمها y-y1 بتساوي الميل في x-x1 هاي المفروض انكوا تكونوا حافظينها عشان تقدروا تحلوا السؤال ف-y هاي ثابتة ال-y ناقص ال-y1 هي عبارة عن هيها النقطة اللي انت اخذتها x1 y1 y1 كم؟ 4 تساوي الميل هاي المعناتها الميل الميل كم طلع معنا؟ سالب 5 على 3 هاي سالب 5 على 3 مضروبا في x x هاي ثابتة ناقص x1 كم؟ سالب 4 فسالب السالب رح يصيره زائد وما بنفع أخلي السالب 4 مع ال-y هاي لازم أنقولها على الجهة الثانية تمام فبتقدر أنك تدخل هاي على القوس وتودي الموجة يعني هاي السالب 4 تحكيلي زي هيك زائد 4 زائد 4 بيروحوا مع بعض فبتظل عندك y شو تساوي سالب 5 على 3 أنا بديش يدخلها على القوس لأنه رح يصير توحيد مقامات وشغلة طويلة سيبك هاي برة في عندك زائد 4 فهاي هي القاعدة اللي احنا رح نشتغل عليها هاي هي أول قاعدة معنا في السؤال اللي جبناها من خلال المستقيم الأول طيب كيف بدي أعرف فترتها انت حكيت لنا كل قاعدة في لها فترة صح الفترة بأخذها من محور ال-x هذا محور ال-x هاي بدي أشوف المستقيم وين بلش من السالب ما لنهاية الحق المستقيم وين خلص عم يحور ال-x عم يحور ال-x مش ال-y هاي عم يحور ال-x خلص عند السالب 1 فبحكي لك هاي الأعداد كلياتها شو ما لها أصغر من السالب 1 فايها راح تحكي ل-x أصغر من السالب 1 طيب أحط يساوي آه بدك تحط يساوي لأنه في عندك حلقة مغلقة عند السالب 1 ممتاز إلى هنا هاي نطلعنا أول قاعدة وفترتها من خلال المستقيم اللي على اليسار تعالوا هاي نشوف هذا المستقيم اللي بالنص هاي المستقيم الوسط طيب المستقيم أضلي بالوسط برضو فيه إلو قاعدة لأنه قطع في محور ال-y القاعدة شو بتحكي لك زي هيك y تساوي الميل مضروف في x زائد b شو هي هاي ال-b بتمثل المقطع تبع y يعني وين قطع الاقتران عندك في محور ال-y تمام طيب الآن هاي المستقيم الوسط تعالوا نحسب له القاعدة اللي هي اللي سأسيدنا محمد بنقدر أوليش نحسب الميل بدأ ناخد نقطتين هاي النقطة هاي على المستقيم وكمان هاي النقطة هاي على المستقيم هاي النقطة اللي هي سالب واحد وسالب اثنين سالب واحد على ال-x وسالب اثنين ببلش أكتب اللي على محور ال-x دايما طيب شو اللي هو لها الساعة النقطة الثانية عم يحور ال-x اللي هي يا سيد العزيز عبارة عن هاي اللي هي ثمين على ال-x وثمين على ال-y ثمين على ال-x وثمين على ال-y يلا نسميهم x1 y1 هنا x2 y2 ممتاز الان تعالوا يلا هسا نحسب الميل اللي هو y2 ناقص y1 يعني 2 ناقص y1 سالب 2 فبيصير سالب السالب اللي هو زائد على هسا هنا عندك x2 اللي هي 2 ناقص x1 اللي هي كم سالب 1 فبيصير برضو بناتهم جمع 2 زائد 2 4 2 زائد 1 كم ثلاثين حسبنا الميل لاحظوا جماعة هذا الميل شو طلع معي موجب ليش طلع معي موجب طلعوا هذا المستقيم لو تطلع عليه من اليسار لليمين طالع يطلوع فأكيد رح يكون موجب تمام فإن حسبنا الميل الان شو ظل علينا نحسب الان تعالوا نكتب القاعدة اللي هي y تساوي الميل كم 4 على 3 من هاي القاعدة أنا بدي أكتبها هاي y تساوي الميل اللي هو 4 على 3 x هي ثابتة زائد هسا المقطع y يعني هاي الاقترال وين قطع عند نحور ال y بحسبها هسا أنا الرسمة يعني مش دقيقة كثير عندي بالكتاب هي يا إما عندي الصفر يا إما عندي السالب 1 فهيها إذا كانت صفر بتحطه زائد الصفر إذا كانت سالب 1 حطه سالب 1 أنا بدي أعتبرها سالب 1 انتوا تأكدوا من الكتاب طيب هاينا حسبنا القاعدة الثانية طيب شو فترتها يا أستاذ فترتها راح تكون معك من محور ال x هاي محور ال x هذا هو وهذا المستقيم اللي احنا نحسبه فبدأ شوف وين بلش عمحور ال x عند السالب 1 ووين خلص عند ال 2 يعني من سالب 1 ل 2 كيف بنكتبها هاي زي هيك بحكي x أكبر من السالب 1 وأصغر من مين من ال 2 أحط يساوي عند مين عند ال 2 أكيد لأن السالب 1 طلعوا الحلقة مفتوحة عندها فما بنفع أحطها هاينا حسبنا القاعدة الثانية الآن ظلت بس آخر قاعدة اللي هي من المستقيم اللي وين جاي هذا المستقيم على اليمين طيب هذا المستقيم اللي على الجهة اليمين هذا خط أفقي حكينا أي اقترانج جاي زي هيك مرسوم خط أفقي بس من الدلية عمحور ال y وخذ للعدد اللي بقابلها شو العدد؟ سالب 3 خلص هاينا حسبنا قاعدته سهلة هاي y تساوي سالب 3 طيب الآن كيفنا نعرف مجاله هذا اللي حكيت لنا عنه سهل دائما مجاله رح يكون برضه من محور ال x بشوفه من من بلش بلش من عند ال 2 وظلوا رايح لوين للمال النهاية يعني هي هاي الأعداد كليتها أكبر من من أكبر من ال 2 فبحكي لك x أكبر في عندها يساوي لا ما في عندها إذن x أكبر من ال 2 هاينا حسبنا الثلاث قاعد إذن بس ظل عليك تيجي تلخص للي عملته يعني زي هيك رح تحكي لي اكتران f في ال x بساوي هاي هون عشان فيعنا ثلاث قواعد أول قاعدة كانت المستقيم اللي على اليسار شو طلعت معنا طلعت معنا هايها سالب 5 مضروب في x زائد 4 زائد 4 سالب 5 على الثلاث مضروبة في x زائد 4 في برة زائد 4 هاي متى فترتها لما x أقل من سالب 1 x أقل أو تساوي سالب 1 طيب نشوف القاعدة الثانية اللي هي المستقيم هذا اللي في الوسط وين قاعدته هايها 4 3 x ناقص 1 4 على 3 x ناقص 1 وشو فترتها فترتها هايها x أكبر من سالب 1 وأصغر أو تساوي سالب 2 x أكبر من سالب 1 وأصغر أو تساوي سالب 2 آخر مستقيم اللي هو AS and 1 y تساوي سالب 3 لما x أكبر من 2 سالب 3 لما x أكبر إذا انتم لاحظين أنا ما كتبت الواي في ولا واحدة فيهم لأن هاي الواي بيتمثل F لكس فما بصير تكتبها كمان مرة جوه الاقتران تمام يلا نشوف مع بعض هسه السؤال 7 وسؤال 8 السؤال 7 شو بيحكيلي برضو نفس الحكي بده يعني أكتب قاعدة الاقتران تعالوا نبلش بهذا أسهل واحد اللي هو هذا الصغير حكينا أي اقتران زيك مستقيم مدلية شو العدد اللي بيقطع فيه يخذه قطع عنده الاثنين فهي خلاص نحكي المستقيم اليسار شو طلع معنا اللي هو واي تساوي كم واي تساوي اثنين طيب وين فترةه بلشت طلع من عند السالب أربعة لعند السالب ما للنهاية فهي الأعداد كلها أصغر من السالب أربعة فبحكي لك اكس أصغر من السالب أربعة وما رح حط يساوي لأنه الحلقة مفتوحة ممتاز هيا حسبنا أول قاعدة هسه منحكي المستقيم المستقيم هسه بنحسبه اللي هو يسيد العزيز المستقيم الوسط المستقيم هذا الدائما اللي في الوسط بيقطع في محور وي بتأخذه على القاعدة الثانية أسهل اللي هي وي تساوي الميل في اكس زائد البي أسهل من هذيك بس لازم يقطع معك في محور الواي عشان تستخدمها لأنه نحسب الميل خذ أي نقطتين مثلا هاي اللي هي السالب الثاني على الاكس جاية وعلى الواي صفر خذ لي مثلا هاي هاي جاية على الاكس صفر وعلى الواي سالب الثمين على الاكس صفر وعلى الواي كم سالب الثمين ممتازةه الان تعال هسا أكتب لي أحسب الميل الميل يساوي آه سميهم اكس واحد واي واحد اكس اثنين واي اثنين هسا بنحكي واي اثنين ناقص واي واحد يعني سالب اثنين ناقص الصفر على اكس اثنين صفر ناقص الاكس واحد اللي هي عبارة عن سالب اثنين سالب السالب موجب سالب اثنين راح تضلها فوق وهي تحت اثنين اختصرهم sponsors lijاء الجواب سالب واحد وحكينا نطلع الميل سالب لأنه هذا المستقيم نازل نزول إذن هاي الميل سالب 1 تعالها سأكتب للقاعدة Y تساوي هايها من هون الميل ضرب X يعني السالب 1 في X اللي هي سالب X زائد B B اللي هي مقطع Y وين قطع الاقتران في محور ال Y عند السالب 2 فبتحكي لي ناقص الاثنين Y تساوي سالب X ناقص الاثنين هاي أول لا هاي الثاني قاعدة طيب شو فترتها فترتها يا سيد العزيز بلشت من عند السالب 4 على ال X وظل هاي المستقيم وين طلع محور ال Y عند الاثنين يعني من سالب 4 على الاثنين إذن هون رح تكون محصورة بناتهم يعني زي هيك X أكبر من السالب 4 وأصغر من الاثنين الاثنين عندها مغلقة إذن يساوي السالب 4 ما في عندها إذن ما رح أحط يساوي طيب إلا أنا نشوف آخر مستقيم اللي هو المستقيم أنه واحد اللي على اليمين يلا تعالوا نختار نقطتين هاي النقطة مثلا اللي هي 2 على ال X وسالب 4 على ال Y 2 على ال X وسالب 4 على ال Y النقطة الثانية مثلا نقدر ناخذ هاي شوف مدها تطلع معك هون عند هون العدد اللي هو الثلاثة فرح تحكي لي من اللي هي ثلاثة على ال X وسالب 2 على ال Y طيب فسمي لي إيهم X1 Y1 X8 Y8 إلا أنت على إطرح Y2 ناقص Y1 المال يسعي Y2 كم؟ السالب 2 ناقص Y1 اللي هي السالب 4 على X2 اللي هي 3 ناقص X1 اللي هي 8 فهذه اللي رح يصيره موجب الآن تعال جمعهم رح يصيره 2 3 ناقص 2 1 إذن المال شو طلع معنا؟ 2 وحكينا طلع معنا موجب لأنه الاقتران طالع يطلع تمام الآن هسا تعالوا اكتب لي القاعدة اللي هي Y ناقص Y1 اللي حكينا لازم نحفظها Y1 كم؟ هايها اللي هي سالب 4 طيب تساوي المال المال كم؟ 2 2 مضروبا في X ناقص X1 كم X1 2 وشو هادا لأنا بحكي فيه هادا من القاعدة اللي انت لازم تحفظها سالب السالب زائد ونقول لياها على الطرف الثاني فرح تصير زي هيك Y تساوي طبعا دخل الثاني على القص 2 ضرب X 2X واثنين ضرب سالب 2 اللي هي سالب 4 ووديها على الطرف الثاني رح تصير برضو سالب 4 بتجميع لياهم بيصيروا زي هيك 2X وسالب 4 وسالب 4 كم سالب 8 هاي القاعدة الأخيرة طيب بس ضل أعرف منين بلشت بلشت من عند اللي الثمين وضلت رايحة للمالة نهاية إذن هاي الأعداد كلياتها أكبر من اللي ثمين وما رح أحط يساوي لأن الحلقة مفتوحة تمام هسه هنا بس بضل عليك أنك تعمل تلخيص أنك تحط الإقتران F في الأكس وتحط اللي القواعد بالترتيب أوليش المستقيم اللي على اليسار بعدين اللي في الوسط بعدين المستقيم الأخير اللي على اليمين فهاي بتركها لأي لكم المهمة يلا ظل أسا بس علينا سؤال ثمانية سؤال ثمانية نبلش في هذا أسهل واحد اللي على اليسار حكينا بنمده مباشرة ونأخذ العدد اللي هو سالب أربعة وبنحكي واي شو تساوي سالب أربعة ومن وين بلشت بلشت من عند هاي هالسالب ما للنهاية عم يحور الأكس وين خلص عند هون اطلاع عند السالب الثنين فهي الأعداد كلياتها أصغر أو تساوي السالب الثنين لأنه في هاي الحلقة مغلقة تمام هاي حسبنا المستقيم الأول المستقيم اللي بالنص هاد قطع محور الواي هون هي واي تساوي الميل في اكس زائد البي الآن هون شو بدي أعمل اللهم صلى سيدنا محمد بدنا نحسب الميل تعالوا نختار نقطتين على المستقيم هاي أول نقطة مثلا اللي هي بتيجي على الاكس صفر وعلى الواي سالب ثنين هاي بتيجي على الاكس على الاكس بتيجي ثمين وعلى الواي بتيجي صفر ثمين وصفر تعال سميهم اكس واحد واي واحد اكس اثنين واي اثنين طيب الآن تعالوا يطرح لي إياهم رح تيجي تحكي لهم انه الميل بيساوي واي اثنين ناقص واي واحد يعني صفر ناقص السالب ثنين على اكس اثنين اللي هي ثنين ناقص الاكس واحد اللي هي صفر فهونا السالب السالب بيصير زائد وهي هنا ثنين وتحت ثنين اختصر شو الجواب واحد طيب الميل موجب لانه طالع طلوع هسا بدي اختار اللي هي المعادلة الثانية هاي الاسهل واي تساوي الميل الميل واحد مضروب في اكس يعني اكس زائد بي بي اللي هي اللي وين قطع الاقتران في محور الواي قطع عند السالب الثنين بحط ناقص الثنين هاي القاعدة شو فطرتها هيها من محور الاث بلشت من هون وخلصت هون يعني بلشت من عند السالب الثنين وخلصت عند الثنين فمحصورة بناتهم اكبر واصغر اكبر من سالب الثنين اصغر من الثنين والاثنينات هم شو في عندهم اشارة يساوي ممتاز الان اخر مستقيم اللي هو هسا بدنا نحسبه اللي هو هادا اللي نازل نزول رح يطلع الميل سالب اللهم صلى سيدنا محمد بدنا اختار نقطتين مثلا هاي اللي هي اثنين على الاكس وصفر على الواي ونختار كمان نقطة اللي هي مثلا بدي اللي هاي ثلاث اللي هي بتطلع معك ثلاثة على الاكس وسالب الثنين على الواي طيب سميهم اكس واحد واي واحد اكس اثنين واي اثنين لان تعال اطراح رح تجي تحكي لي واي اثنين ناقص واي واحد يعني الميل بسابق واي اثنين اللي هو السالب الثنين ناقص الواي واحد اللي هي صفر على اكس اثنين اللي هي ثلاث ناقص الاكس واحد اللي هي ثلاث فسالب الثنين وسالب صفر شو جواب سالب الثنين على ثلاث ناقص الاثنين اللي هي كم واحد فبطلع الميل شو ماله سالب اثنين تعال هستكتب لي القاعدة y ناقص y واحد كم y واحد صفر ففش داعي تحط ناقص صفر خلص هسته يساوي الميل الميل شو طلعه معنا سالب اثنين مضروبا في x ناقص x واحد كم x واحد اثنين هين حسبنا برضو القاعدة الأخيرة وشو فترتها بلشت يسيد العزيز من عند الاثنين للمالة نهاية تحكي لي x اكبر من او تساوي الاثنين هسا بس بيضل عليك التلخيص انك تحكي لي f ال x يساوي هنا وتحط لي الاقتران اللي احنا الثلاثة اللي هسا احنا كتبناهم طيب ضل علينا هسا بس اخر سؤالين نحلهم ونخلص الحصة بيحكي سؤال تسعاراد الوالد ان يحفز بنته سعاد على توفير جزء من مصروفها اليومي فقرر منحها المبلغ يساوي ما ستوفره نهاية كل شهر في حال لم يتجاوز الخمس دنانير واذا زاد عن ذلك فرح يعطيها عشر دنانير اكتب القاعدة طيب هسا رح نيجي نكتب القاعدة f ال x تساوي الان هنا في عندك فترتين شو الفترتين؟ بيحكي لك في حال لم يتجاوز المبلغ خمس دنانير يعني اول فترة انه تكون ال x اقل من او تساوي الخمسة طيب ثاني فترة بيحكي لك اذا زاد عن ذلك يعني اذا زاد عن خمس دنانير فهي X أكبر من الخمس دنانير في كل واحدة إلها قاعدة شكل هس الأب يحكي له إذا جمعتي أقل من خمس دنانير رح أعطيكي مبلغ يساوي ما ستوفره يعني مثلا خلينا نحكي جمعت أربع دنانير رح يعطيها كمان فوقها أربع دنانير بيصير ثمانية يعني امسك العدد واضربه في الثنين بس إحنا ما بنعرف شو كم جمعته يمكن دينار دينارين ثلاثة يمكن خمسة فخلينا نسميها X بس هو شو رح يعطيها ضعف هاي يعني 2X هاي أول قاعدة إذا كانت X أكبر من خمسة شو رح يسوي رح يعطيها 10 دنانير كاش تمام هين خلصنا كتبنا القاعدة سؤال عشرة يعمل مندوب مبيعات لدى شركة لقاء راتب شهري مقداره 500 وعمولة شهرية نسبة 1% عن أول 2000 دفعة أول 2000 دينار فمن مبيعاته في حال زادت المبيعات الشهرية على 2000 فإنه يستحق عمولة 1.5% عن المبلغ اكتب الاقتران طيب تعال نكتب الاقتران خلينا نبلش أول إشي بالفترات هنا في فترتين بيحكي لك عن أول 2000 دينار يعني رح تكون الـ X يا إما ولا دينار يا إما أقل من أو تساوي الكام إلى 2000 دينار ماشي الآن الفترة الثانية بيحكي لك إذا زاد في حال زادت المبيعات عن 2000 فهي X أكبر من الألفين كل واحدة فيها لها قاعدة تعالوا نشوف هس إذا كانت أقل من 2000 رح يعطوه راتب الشهري اللي هو أصلاً 500 زائد العمولة رح يعطوه عن أول 2000 دينار العمولة كم؟ العمولة يا سيد العزيز 1% فبنحكي 1% يعني 1 على 100 X لأنه إحنا ما بنعرف كم هو باع يمكن باع ألف ونص يمكن باع ألفين يمكن ألف وممكن متين فخلص بنسميها X ونعطيه 1% ضرب العمولة اللي هو جابها يعني X أكبر من 2000 برضو رح نعطيه راتب الأساسي اللي هو 500 وبدنا نزيد عليها عمولة 1.5% يعني هاي 1.5% يعني على 100 X ليش X؟ لأنه أنا ما بعرف كم هو جمع ممكن 2000، 3، 4 حسب هو وش طارته فهيك بنكون كتبنا القاعدة وخلصنا حل هذا السؤال فبنشوفكم بالحصة الجاي يعطيكم العافية